مرحبا بكم مشاهدين الكرام سعيد بلقياكم في نشرة الأخبار هذه وهذا أبرز عنوانها شوفوا الروين اللي وقع في العاصمة الفرنسية باريس اعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من ستين شخصا خلال مظاهرات ضد إقرار قانون نظام التقاعد في ساحة تالا كونكوردا بباريس وهي منطقة مركزية في العاصمة الفرنسية وتأتي هذه المظاهرات كرد فعل على تغييرات مقترحة في نظام التقاعد الفرنسي والتي يعتقد البعض أنها قد تقلل من الحقوق والمزايا المتاحة للمتقاعدين حيث اعترض المتظاهرون على هذه التغييرات وطلبوا بالمحافظة على النظام الحالي أو تحسينه بدلا من إجراء تعديلات قد تؤثر سلبا على حياة المتقاعدين وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية باتجاه قوة الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين كما تم اعتقال 61 شخصا في باريس بعد تصعود الاحتجاجات واندلاع اشتباكات مع رجال الشرطة اشتركوا في القناة